السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي أخواتي الأفاضل وياكم هيثم النصراوي واليوم رح نركز على النوع الثاني من الأسئلة اللي هو True False Not Given Yes No Not Given بالنسبة لتقنيات الاختبار الأساسية ما رح نعيدها لأننا تكلمنا عنها في الفيديو السابق لما بدأنا الحديث عن أسئلة املأ الفراغات تقدر توقف الفيديو لدقيقة وتقراها بعناية لكن أهم نقطين أريدك تركز عليهم هن الرابعة والخامسة اللي لازم تخلي خط تحت الكلمات اللي رح تدور عليهم بالقطعة حتى تلقي جوابك بعدها مباشرة نروح للقطعة ودور على الكلمات اللي حطيت جواها خط وحاول تلقي الجواب اللي أنت تريده خلونا نلقي نظرة على الفرق من خلال السؤال اللي يقول هل يوجد فرق بين True False Not Given وال Yes No Not Given الجواب نعم أكو اختلاف بسيط بالنسبة لل True False Not Given يستخدموها لما تتعلق القطعة بالحقائق لذلك رح تشوف السؤال بهذه الطريقة هل العبارات صح أم خطأ وفقا للمعلومات الواردة في القطعة من ناحية أخرى بالنسبة لل Yes No Not Given لما تتعلق القطعة بأراء الكتاب يعني القطعة هنا ما لها علاقة بالحقائق هذه المرة هنا الكاتب رح ينطي بعض الآراء ولهذا السبب لازم نستخدم Yes or No يعني بدلا من True or False لذلك رح تشوف السؤال يقول مثلا هل تتفق العبارات مع الآراء التي عبر عنها الكاتب أما الجواب Yes يعني أوافق أو No لا أوافق هسه احنا شفنا هذا الاختلاف البسيط لكن نصيحتي لكم هذه الاختلافات مو مهمة أبدا لأن رح نتعامل ويها النوعين من الأسئلة بنفس الطريقة مجرد أريدك تخلي ببالك أنه اثنين هن معناهن هو صح خطأ وغير معطى وهسه بعد ما فهمنا هالاختلاف الصغير ببيناتهم خلينا ننسى هالشيء تماما وما لنا علاقة بالفرق ببيناتهم لأن الشغل هو نفسه للسؤالين قبل أن نبدأ التمرين الرئيسي مالتنا خليونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة السريعة هذه الأمثلة جبتها من بعض كتب الآيرس واللي أنصحكم لازم تحملوها وتتدربون عليها يمكن قد تكون شفتها سابقا إذا ممتحن قبل أو متدرب على هالقسم مسبقا لكن أريد أنطيهن إليك حتى نشوف شلون نطبق هذه التقنيات اللي ذكرناها بالفيديو والفيديو السابق عن ملء الفراغات المثال اللي شوفونا وإقبالكم هو نموذج لإجابة صحيحة السؤال شنو يقول الكلمات اللي راح أحددها هنا شنو هي جوه هذا يمثل المقطع اللي يبيل جواب مالتنا بعد ما رحت للقطعة ودورت عليها من خلال عمل الماتشن للكلمات اللي حددتها آني بالسؤال الكلمات اللي لقيتها شنو هي Newly Developed Radar and Unproved Radio Communication و Second World War حسا أجي هنا أسوي شنو مقارنة أجي أقرى المقطع الجوه In the 1940s ATC centers could undertake advantage of the newly developed Radar and Unproved Radio Communication brought about by the Second World War شوفو هنا آني عدي شنو هي Improvement Radio Communication موجودة Unproved Radio Communication وشوفو هنا الWorld War II فوق وشوفو هنا الSecond World War شوفو هنا كتاب لك ياهن الطريقة مختلفة بس هنا شنو نفس المعنى إذن الجواب هنا شنو هي صح عدك هنا نموذج لإجابة yes أوكي yes question السؤال ما لتشي قول The RCPCH advised that kids should not view electronic devices in the 60 minutes leading up to bedtime الكلمات اللي رح أحددها هنا شنو هي ال RCPCH advise و electronic devices و 60 minutes و leading up to bedtime هسا هذا المقطع الجوا هو لقينا بي هاي الكلمات اللي إحنا حددناهن فوق وهن هاي الكلمات هذا النوياهن RCPCH واحدة هنا بالسطر الأول وبالسطر الثالث وجوا advise جدت هنا recommend وهنا عدك ال electronic devices جدت على شكل screens و عدك هنا 60 minutes جابها هنا على شكل one hour وهنا leading up to bedtime جاب ليها before bed إذا قارننا ببيناتهم هسا الكلمات اللي إحنا بالمقطع هذا والكلمات اللي بالسؤال رح نلقاهن شنو إنه صحيحات الثيناتن والمعلومات الطابق بعضهم فإذن الجاوبة هنا مارتي شنوه صح أو yes هذا عدي نموذج لسؤال false question السؤال مارتي شي يقول ماري stopped doing research for several years after her children were born الكلمات اللي رح أحدده هنا شنو هنه stopped doing research children born عدي هذا اللين اللي جوه هذا جبت من القطعة بعد ما سويت matching ولقيته هذا يطابق السؤال اللي يفوق الكلمات اللي وجدت هنا شنو هنه birth أسماء الأطفال اللي مثل اللي children وهنا قللي did not interrupt the findings شوفوا هنه قللي did not interrupt the findings هوش قللي بالسؤال stopped doing research بينما هنه شي قللي did not interrupt the findings يعني هنه المعلومات متنافية المعلومات متضاربة فإذن الجواب مارتي هنا شرح يكون رح يكون false وعدي هنا النموذج السؤال ما تشي يقول الكلمات اللي رح أحدده هنا شنو هي electronic screen before going to sleep at night وharmful عدي هذا المقطع الجوه هو يحتوي لي على هذا الكلمات واللي يطابق لهذا السؤال الكلمات اللي لقيتهن بي شنو هنه screen just before bedtime not damaging لاحظ لي هنه من just before bedtime هنا تجابها before going to sleep at night داشوف المرادة في هنه اللي جابها قللي is harmful بينما جوه شنو قللي not damaging يعني هنه المعلومة خطأ يعني المعلومة هنه عاكس ما موجودة بالسؤال هنه يقللي مؤذية بينما هنه يقللي لا غير مؤذية إذن الجواب مالتي هنا شنو رح يكون رح يكون خطأ وعدي هنا نموذج not given question السؤال مالتي شو يقول Mary became interested in science when she was a child الكلمات اللي أحدده هنا شنو هي interested in science و child هذا المقطع الجوه بعد ما رحت دورت علي وسويت matching لقيت هذا المقطع شنو بهذا المقطع from childhood إذا قرينا from childhood Mary was a remarkable student and as a result she won many prizes during her secondary education اللاحظ هنا انه مجرد انطاني from childhood لكن ما حجة أي شي عن اهتمامها بالعلم من الطفولة فهناش رح يكون الجواب not given لأن ما انطاني interested in science when she was a child ما قال هذا الشي من ما يقول هذا الشي شنو معنى معنى not given هسه خلونا نتأكد إذا فهمنا شوكت نستخدم true وشوكت نستخدم false وشوكت نختار not given أريدك تذكر شي أنه اليس أو الترو لما تكون المعلومات الموجودة بالسؤال والقطعة صحيحة بينما الفوص أو نو لما تكون المعلومات بالقطعة مختلفة أو تتعارض مع المعلومات اللي وين بالسؤال بينما not given هنا احنا ما نعرف الجواب لأن أما تكون المعلومات مكافية وأحيانا ما كوا معلومات أصلا مثل ما شفناه بالسلايد السابق أكو شغلتين بعد خليني أذكركم به هنا بسرعة أولا هو تقنية العثور على الكلمات الرئيسية key words ومن ثم مقارنة السؤال بالقطعة أريدك تركز عليها وبعناية بعناية بعناية لأن هذه هي الطريقة اللي لقين بها الأجوبة على الأمثلة السابقة اللي حلناها سوية الشيء الآخر اللي ما ذكرته من قبل هو أن الأجوبة دائما تجي بالترتيب إذا عندك أسئلة حول true false not given أو yes no not given لازم تكون واثق أن الأجوبة رح تجي بالترتيب بالقطعة وهالشي رح يساعدك حتى ما ترجع كل شوي للبداية لما نتدور حل الأسئلة شنوى البقية وهسه نروح مباشرة لأسئلة اليوم من يكون عندك اختبار قراءة أول شي تقرأ العنوان العنوان مالتنا اليوم هو شنوى تاريخ السلحفاء the history of the tortoise بعدها شنو نسوي ننتقل مباشرة إلى السؤال الأول حتى لنضيع الوقت الأسئلة اللي شوفوها هنا مأخوذة من كتاب كامبرج التاسع الاختبار الأول القطعة رقم ثلاثة أول شي نقرأ التعليمات حتى نعرف شنو مكتوب بعدها نروح للأسئلة شنو مكتوب هنا true false not given لاحظ ربما بالأسئلة ما يقلك اكتب لي true false not given يعني الكلمة كاملة لا ربما يقلك اكتب لي فقط t يعني true f يعني false ng يعني not given أريدك تنتبه لهذا الشيء أو يقلك yes no not given هسا نجي للسؤال واحد وثلاثين شنو قائل لي turtles were among the first group of animals to migrate back to the sea الكلمات اللي رح أحدده هنا شنو هي turtles يعني السلاحف first group أول مجموعة migrate يعني هاجرت back to the sea يعني رجعت إلى البحر لما رح تدورت بالقطعة هذا المقطع الجوه هو يطابق للمعلومات اللي وين بالسؤال الكلمات اللي لقيتها به شنو هي turtles went back to the sea خلينا نقرأ turtles went back to the sea اللي هي نفسها migrate back to the sea a very long time ago and like all vertebrate returnees to the water they breathe air however they are in one respect less fully given back to the water than whales أو إلى آخره خلينا اللحظ شيهنان آني لقيت turtles ولي قيت went back to the sea بس ما عرفت أنه هي أول مجموعة among the first group من بين أول المجاميع من الحيوانات السؤال ما لتترجمة ما لت هنا السلاحف هي كانت بين أول مجاميع الحيوانات اللي راحت ما قائل هذا الشيء لمن هذا الشيء ما موجود عدي شنو معنى معنى not given أوكي الجواب مالتي هنا not given خلينا هسا روح للسؤال 32 يقول لك هنا دائما صعب أنه تحدد الحيوانات وين عاشت لمن يكون شنوة البقايا الحجرية مالتها غير مكتملة الكلمات اللي راح أحددها هنا شنو هي difficult determine where lived fossilized remains incomplete إذا لاحظنا جوه هنا هذا المقطع مالتي هو يطابق للمعلومات اللي موجودة وين بالسؤال شنو حددت بي حددت بي الفوصل animals lived on land or in water only fragments أوكي خلينا نقرأ you might wonder how we can tell whether fossil animals lived on land or in water especially if only fragments only fragments هنا معناها incomplete فوق بالسؤال أوكي هذا المرات في مؤلتها are found sometimes it's obvious هنا شنو تعني انه على الرغم من انه البقايا المتحجرة في عجزة غير مكتملة فمو من الصعب دائما تحديد ما إذا كان الحيوان يعيش على الأرض أو الماء وهنا أنا أريدك تنتبه إلى آخر عبارة بالقطعة شو تقول sometimes it's obvious يعني هنا السؤال ما التي يتعارض ويا المعلومات وين اللي بالقطعة زيال لأنه قال لك فوق it is always difficult بس هو مو من الصعب دائما فإذا الجواب ما قالت هنا شنو رح يكون رح يكون false وهسا نجي للسؤال الثلاثة وثلاثين شنو ينقول the habitat of اسم هنا حيوان ملاحظة قد تجيك بعض الأسماء أنه صعب تقراها مثل الحيوانات القديمة والدينوسورات لها أسماء صعبة وغريبة فجدا طبيعي ما تعرف تقراها أوكي يعني مو عاد يعني أخذها روح رياضية لكن من المهم تعرف وين تلقاها بالقطعة أوكي خلينا نرجع للسؤال the habitat of هذا الحيوان can be determined by the appearance of their fossilized remains هسا شنو أحدد الكلمات مالتي الhabitat يعني الموطن واسم هذا الحنوان وdetermined وappearance وفوسيلايز remains هذا المقطع الجو هو يطابق لمعلومات السؤال مالتي شنو الكلمات اللي لقيت هن بي اسم الحيوان فوسلز look like surely lived in the water اسم الحيوان موجود فوسلز look like يعني appearance surely lived in the water يعني قدرنا نحدد الhabitat إذن الجوام مالتي شنو رح يكون رح يكون صح بعد ما كمنا الاسئلة دائما نتذكر انه لايرس وخصوصا قسم القراءة يختبر المفردات اللي عندك كل ما كان رصيد كلماتك تشبير كل ما زادت فرصتك في ايجاد اكبر عدد من الاجوبة الصحيحة والحصول على درجة اعلى وهذا كل ما يخص موضوعنا اليوم واتمنى انه نالعجاكم وان شاء الله نلتقي باختبارات ومواضيع اخرى مع السلامة